على قناة مصر الأولى للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا قضية اتفق المسلمون عليها شرقا وغربا سلفا وخلفا في كل بقاع الأرض من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا ولم تكن قيلة يعني يلوك بها الناس بألسنتهم حتى جاء العصر الحديث وجاءت قضية رفع السفور أو رفع الحجاب عن وجه المرأة كان الشائع في بلاد المسلمين أن المرأة تخفي وجهها وهذه عادة تعودها الناس منذ القرن السادس الهجري ولم تكن موجودة قبل ذلك بهذا الاتساع كانت موجودة في بعض النساء وفي بعض البلاد لكن لم تكن تعم الأرض وتعم جميع النساء المسلمات إلا بعد القرن السادس الهجري وهي قضية النقاب بالرغم من ذلك فقد أجمع المسلمون من العلماء ومن العوام عبر التاريخ على أن الرجل له عورة وهذه العورة ما بين السرة إلى الرجبة عند الجمهور عند غالب الناس وعند المرأة أجمع الناس أجمعين أن بدنها عورة مثل ما بين السرة إلى الرجبة عند الولد فكل جسدها إلا وجهها وكفيها يجب أن يستتر واختلفوا فيما دون ذلك وذهب الحنفية إلى ما أسموه بالعورة المغلظة وهي الشريط الذي يكون على عورة الرجل يعني ما تحت السرة وما فوق الرجبة يعني الحنفية تجيز لبس الشرط للعب الكرة مثلاً أو لشيء من هذا قبيل للولد لكن يتفقون على أن البنت لها الوجه والكفين كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث والأمر ليس متصلاً بحديث معين نقول أنه ضعيف أو صحيح أو كذا الأمر متصل بعمل الكافة عبر القرون كميع الخلق من المسلمين اعتبروا هذا هو تفسير لكلام ربنا سبحانه وتعالى اتفاق المسلمين على أن الوضوء قبل الصلاة بالرغم من أن القرآن ترتيبه هكذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الفقل التعقيب يعني حاجة بعد حاجة الأول نتوضى وبعدين نصلي الآية بتقول إذا قمتم يعني إذا أردتم جبت أردتم منين من الإجماع كل المسلمين أجمعوا أن الوضوء قبل الصلاة فهل يجوز لحد يجي يقول أنا شايف أن الآية بتقول أن الوضوء بعد الصلاة ما ينفعش ليه ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش لأنه مخالف للإجماع وفي أيتين في القرآن مبني عليهم إجماع حجاب المرأة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني خلاها وسع جدا مش لأزواج النبي فقط ولا البنات فقط بل كل الستات عند المسلمين يدنين من جلابي بهن يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين أجمعت الأمة أن هذا معناه حجاب المرأة فواحد يجي يقول لي لا بس أصله أنا بفكر حاجة تانية زي بالضبط اللي هيفكر أنه يخلي الوضوء بعد الصلاة ما ينفعش ما ينفعش إن إحنا نقضح في الإجماع ده إجماع مستمر عبر القرون علشان واحد عايز يفهم حاجة مدايقاة أو مش قادر عليها أو لسه ما جاش وقتها إلى آخرين ولذلك المناقشة في الحجاب وحول الحجاب بيصطدم بيها كثير من الناس خاصة في المرحلة الانتقالية ومرحلة الخروج عن حد الطفولة أو ما يسمى بالصغر وحد البلوغ أو ما يسمى بالتكليف يمكن الولاد ما يقابلوش مشكلة كبيرة مع وجود المذهب الحنفي والاختلاف وكذا زي ما البنات هي اللي بيبقى عندها التساؤل الأكبر في هذا المجال ولذلك نبدأ بالبنات هل في حد من البنات عندها سؤال طيب ما شاء الله ده تقريبا النصة هو عنده سؤال نبدأ ونقول كده ونسمع السؤال بتاعك اتفضلي هو كان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيلبسوا الحجاب في أيام النبي في أيام النبي وقبل أيام النبي كان بيلبسوا الحجاب وكان التعري أو يعني المرأة تمشي من غير حجاب له دلالات وإشارات أخرى قد يكون مثلا تخلع الحجاب في حالة الحزن الشديد على أنه حد تأتل لها قتل ابنها أو زوجها أو أخوها أو أبوها فتيجي خلع الحجاب كأنها بتعترض على المجتمع وعلى القبيلة أو على الناس أو كذا إلى آخره بهذا لكن الحجاب كحجاب زي ما هو موجود دلوقتي من غطاء الرأس وستر البدن ولا يبدو منها إلا هذا وهذا اللي هو الوجه والكفين ده كان معروف في أيام النبوة الأولى وقبل النبوة كمان فلما جه الإسلام أبقى عليه وجعله نوعا من أنواع المساعدة على العفاف اللي طلبوا مننا طلب مننا غض البصر طلب مننا أنه حرمة الزنا طلب مننا الزواج البعد عن الفحش البعد عن الأشياء اللي تجعل الإنسان خارج عن طاق العفاف فده هو الأمر العام اللي بيساعده حاجة زي فرض الحجاب في حد تاني فضال هو في الأيام الحضيرة دي في ناس كتير بيستعمل النقاب كأن هما يسرقوا وحاجابه التوحش من كده فأنا كنت عايز أعرف رأي حدتك في الحاجات دي هو النقاب ليس فرضا وكشف الوجه فريضة على المرأة في الحج يعني الحج ما نفعش البنت أو الست أنها تغطي والشه وإلا يبقى عليها دم وده بيخلي النقاب غير خضية الحجاب اللي هو الحجاب اللي بنسميه الحجاب الشرعي اللي هو مطلوب في الصلاة البنت علشان تصلي لازم تتوضع زي الولاد علشان تصلي لازم الوقت يدخل زي الولاد علشان تصلي لازم تستقبل القبلة زي الولاد وعلشان تصلي لازم تسطر العورة أيضا زي الولاد بس يا الفرق إيه إنه اللي مطلوب منها إنها تسطره هو ما عدا وجهها وكفيها فيبقى إذن قضية الصلاة برضو بتدلني على نفس الفكرة وهي فرضية الحجاب في كثير جدا من البنات تلاقيها مثلا مش محجابة ولما تجي في الصلاة لا تلتزم بالشرط علشان صلاتها تقبل لأنه ما ينفعش إنه أنا أصلي وأنا مش متوضي وما ينفعش إنه أنا أصلي لغير القبلة وما ينفعش أصلي المغرب دلوقتي مثلا يعني فإذن الالتزام بالشروط شروط الصلاة من ضمنها الحجاب تفضل هو إيه الدليل إن الحجاب فرد الدليل صورة الأحزاب اللي قلناها دلوقتي والدليل مع صورة الأحزاب دي مين اللي قال ده معناه كده إجماع الأمة يعني كل الأمة فهمت هكذا إيه الدليل إنه إحنا بنتوضى قبل الصلاة إجماع الأمة على فكرة مش الدليل إذا قمتم إلى الصلاة وإنه يعني قلنا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة ده الدليل الإجماع لأنه الآية عيزة معنا ده نص لكن هذا النص متفق عليه يلا تفضل أقول أولا لو في حد فرد الحجاب على بنتها وده حلال ولا مش حلال إحنا في مصر لينا تجربة كويسة في بلاد تانية فرضوا الحجاب على البنات وهذا الفرض اللي على البنات ما جابش نتيجة بقت البنت تتحجب قدامهم وتخلع برأة أو عندما تسافر فإحنا تملي بنترك الإنسان هو اللي يعمل من داخله علشان دي عبادة بينه وبين ربنا وطاعة بينه وبين ربنا طيب في سؤال تاني تفضل يا مولانا هو لو أختي مش محجبة هو أنا من حق إن أنا أقول لها ولا إن أنا أقول لها تتحجبه ولا مش من حق أول حاجة زي ما قلنا إن إحنا بنترك الإنسان حرا في اختيار أفعاله وتاني حاجة أدينه النصيح لما تيجي تسألك أو لما أنت ترى إنه إنه الوقت مناسب لهذه النصيحة قل له قل له على فكرة ده الحجاب فريضة كده بالسهولة كده لكن أنا حاسس في عينيك إنك عايز تعملها مشكلة علشان تتخانق معاها وتشدلها شعرها إيه وعا تعمل كده أنت بالذات وأخذ بالك أنا عارفك أوعى تروح تشد شعرها علشان أصلا مش محجبة ليه بابا بتعمل كده علشان مش محجبة بلاش الفتنة دي طيب ها طب يلا أقول وريني كده سؤالك هو ليه فيه عند البنات فكرة الحجاب أصلا يعني ليه بيتحجبه علشان قضية في إفهمها كويس معايا وهي العفاف لازم الإنسان يكونوا عفيفا عفيفا يعني يعني ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى ليه ربنا ما أبحش إن احنا نرافق البنات والبنات يرفقونا وكده إلى آخرين علشان ربنا أمر بكده طاعة في حاجة اسمها الطاعة والطاعة دي ربنا خلقك وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وقال لك في قيمة تفعلها وقيمة ما تفعلهاش من ضمن القوائم اللي ما تفعلهاش دي السرق اغتصاب الأراضي الرشوة شهدة الزور الجذب كده قيمة كده اسمها الزواجر النواهي حاجة بيقولك ما تعملهاش وفي حاجة بيقولك صلي وصوم وحج وزكي وعمل الخير وفعل كذا وكذا ولما تيجي تتجوز تتجوز بالطريقة الفلانية وطلق بالطريقة الفلانية وعيش بالطريقة الفلانية وإوعى تظلم حده برنامج متكامل اسمه التكليف وقال لو عملت ده في الدنيا أنا هدي لك ثواب عليه في الآخرة من أجل من أجل من أجل هذا الثواب والرغبة فيه وبموعود الله سبحانه وتعالى أنه يجزيني خيرا وأنه هو يرضى عني وأنه يوسر أموري وأنه يقبلني عنده في الطائعين مش في العصاة بنعمل كل الأوامر دي هو أنت إنسان لك مشاعرك ولك علاقتك ولك حقيقة أنه فيه إله فعلا ومال من اللي أنشأ بكل هذا الكون بكل هذا الاتساع بكل هذه العظمة سؤال يجب بيسألوا الإنسان طول عمره طول ما الإنسان موجود في الأرض بيسأل ثلاث أسئلة أنا جاي منين أنا رايح فين أنا بعد الموت هيبقى إيه الماضي الحاضر المستقبل جاي منين دي ربنا خلقك شوف الإجابة سهلة خالص وحاجة متصورة وإنت بتعمل إيه هنا بتعمل أن أنت بتقوم بالتكليف بتنفذ البرنامج بالطاوع وإيه بعد كده في يوم الإيامة اللي في يوم الإيامة هو الثواب والعقاب نعم طيب اتفضلي طب هو ليه يعني إحنا نتحجب الولاد لا لأن البنات اتحجبتي فبقيت أكثر بهاء وجمالا فقالك على كل حال الجمال ده بتاعك أنت ولذلك علشان لما تجبر إن شاء الله وتعدي دور الطفولة وتحبي تتجوز وترتبط ومنت يبقى أمرك بيدك أمرك بيدك إنك أنت تعملي كده لكن هو الولاد عندهم حجاب أيضا بس الحجاب بتاحهم من السرة إلى الركبة شكرا تفضلي هو الوقت فيه بنات لما تجي تتحجب يعني ما تبقاش متحجب الحجاب الشارعي مثلا بين رقبتها وكذا فهي بقى هل تقلع الحجاب بدل ما هي تبقى لبسه ولبسه غلط ولا أن هي تفضل لبسه وتحاول أن هي يعني أن هي تبقى تلبس الحجاب الشارعي يعني هو يبقى لا تفضل لبسه وتحاول أنها تحسن فيه فتملي لما بنلاقي حد عامل سبعين في المية وخمسين في المية تملي مش بنؤمر ب أنه يسيب السبعين بنؤمر أنه يكمل التلاتين وهكذا زي بالظبط فكرتيني بواحد بيصلي إلا أنه ما بيصليش الفجر على طول صلي الأربعة فروط أوعت أوليل وبطل صلاة علشان أنت وصلتك يعني أوليل صلي الفجر واحد بيصلي بس بيجدب ومنقول له بطل كذب أوعت أوليل وبطل صلاة لأ الصلاة اللي أنت بتقبلها دي حلوة تملي تاخدوا بالكم من أن نحن بنؤمر بالمعروف ومش بنؤمر بالمنكر وننهى عن المنكر مش بننهى عن المعروف تملي معانا كده نعم طيب تفضلي قولي دلوقتي لما في بنت بتبقى محجبة بس مش بتبقى لابس الحجاب الشارعي يعني بنت هي مش محجبة بس بتلبس لبس محتشم ومش بتبقى حاجة من جسمها فمش بتبقى تفاصيل يعني فهل هي هتاخد زنوب على قد البنت اللي بتبقى حاجات من جسمها إنما الأعمال وبالنيات وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل من كل واحد على قدر ما يفعل في أي سؤال هنا تفضلي إيه الشروط لأنا ممكن ألبس بها الحجاب وفي نفس الوقت بتاخد الأجر كامل بس صغير بتكون غير الحجاب الشارعي يعني إيه الشروط حجابي أنا طبعا مش عارف إيه اللي في ذهنكو من كلمة الحجاب الشارعي يعني فيه شارعي لواء زي الجيبة وفيه غير شارعي هو الشارعي أقولك علشان أريحك لا يصف لا يكشف لا يشف ثلاث حاجات وكلهم أخرهم إف لا يشف لا يكشف لا يصف ف لو إنها يعني عملت الثلاثة دول بأي بقى زي ما بتقوله ستايل أو أسلوب في اللبس هي حرة لكن الثلاثة دول هل هي ظهر والشه وإديها وكفيها مع لا يصف لا يكشف لا يشف يبقى هو ده المطلوب مش شكل معين من أشكال الحجاب هو اللي اسمه شارعي وأي حاجة تانية اسمها غير الشارعي لا هو الذي لا يصف لا يكشف لا يشف هو ده الشارع الساعة نسانة فيه بينات بتلبس بناطيل واسعة يعني ده ده يقبل ولا لا مرة سألوني في الجامعة زمان من 20 سنة فقلت لهم أنا مش ترزي أنا بعرفكم أحكام ربنا حكاية أن أنا أدخل في الفاشن وبناطيل المتقطعة وبعدين المضط غيرت من المتقطعة لمش متقطعة والحاجات دي أنا ليش تدخل بيها أنا ليه دعوة بأنه لا يصف لا يكشف لا يشف حاجة سهلة في أمانة الله السؤال فلسطايل بقى ده حكاية تانية طيب تفضل قول لو الزملت مش محجبة عادة نتعامل معها ولا نتعامل معها لما دخل جعفر الصادق بلاد ما وراء النهر لقى أغلب الستات لسه الإسلام داخل قريب في المناطق دي سيدي جعفر الصادق مانية مية وخمسين هجريا يعني بدري والإسلام دخل البلاد دي فالستات ما كانوش متعودين على الحجاب فسألوه أتباعه إنه يا سيدي جعفر دلوقتي كل الستات مش لابسة وكلهم مش ملتزمين ما عرفوش الحكم دي فأنا ودي وشي فين دلوقتي انت بتقولولي غض البصر أغض بصر عن إيه ده كل ما بص ألاقي وحدة مش محجبة ما نهاش على إن احنا نتعامل معاهم ولا وقف الدنيا ولا كذا لا إنما الحالة دي كانت موجودة وعلينا بإن احنا نغض البصر على قدر المستطاع فإذا الإجابة على سؤالك لا هنتعامل وهنتعامل مع كل المجتمع وهنتعامل مع كل الحالات ونجعل هذا من قبيل المودة المؤمورين بها بين المؤمنين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة